نعم بتادي جهور المصرح نحن عايزين نشوف المنتخب أكيد أكيد يكسب لأن احنا كمان كنا لعبنا السنغال في بطولة الأمم الأفريقية وخسرنا ليهم خسرنا قدامهم يعني بالضبط بعد دربات الترجيح وخسرنا اللقب لكن أنا بتكلم هنا بقى أن كان فيه عوايم الكثير عاوية قدت للخسارة دي زي أن احنا كنا بنلعب ثلاث مطشات مع فرق جمدة جدا نيجيريا وكوتوفور والمغرب دربات الترجيح والإصابات اللي كانت موجودة في الفريق الأوفر تايم الوقت القليل ما بين كل مطش ومطش فهل الحاجات دي كلها هتفرق إن شاء الله بكرة في الأفضلية بين الفريقين بصي أي مباراة يعني أنا قابلت السنغال من شهرين دلوقتي الأمور كلها بتختلف من المباراة التانية دي بطولة مجمعة فيها ضغط مباريات وضغط فرق وأعصاب ومصابين وعادة ترتيب لكن أنا هنا بقالي شهرين السنغال أكيد لها خطة تانية لها تفكير تاني أنا لها ظروف تانية لها ظروف يعني كل مباراة دايما بتبقى لها خطتها ولا طريقتها مش شرط تربط لتنين وبعد مش شرط أن أنا خسرت بدربات الترجيح وبطولة طولة أمام أفريقية أنا خلاص حطت في دماغي أن أنا هخسر بالعكس المباراة دي لا ظروف لا تكتكها لا طريقتها المبارايتين نفسهم لهم طريقة مختلفة تماما عن التعامل مع مباراة واحدة نهائية في طولة مجمعة صحيح نهاردة أنا بقسم الجهد بتاعي وبقسم التفاصيل بتاعتي وبقسم كل الخطة بتاعتي على ماتشين الماتشين ناتجتهم أيها اللي هتوصلني أنا الهدف بتاعي إيه إن أنا أوصل لكاس العالم أوصل بي بقى بكرة أوصل بي يوم الثلاث المهم إن أنا حقق الهدف إن أنا برسم الخطة بتاعتي دايما إن أنا عندي خطة الخطة دي بيبقى فيها لها طريق تنفيذ نجاحي إن أنا ما بصش على نص واحد نجاحي إن أنا بص على الهدف الأسمة بتاعي اللي هو إيه أنا هوصل لكاس العالم أنا مش هادر يعني أنا أبقى كداب لأ قلتلك إيه أنا هصعب بيه من القاهرة يعني فكرة إن أنا إيه هحسم المباراة المباراتين دول هنا صعب قوي إحنا تبتلعب مع فريق كبير فريق كبير فريق منظم فريق قوي محترفين كمان عارفين أكيد هم لهم طموحهم زي من الليلة طموحي لكن أنا أحسم البطولة هناك بس أبقى ضمن نصها هنا يعني إحنا بنقسم نص هنا ونص هنا لكن في النهاية أنا عندي الطريقة اللي تخلينا أوصل للهدف بتاعي إن أنا حق الحلم اللي إحنا كنا بنتكلم عليه لو إنت فاكرة محمد إما كنا في الطوط أم وافريقية أهم حاجة الإنجاز بتاع منديال أنا عايز أوصل للسنة التانية على التوالي اللعيبة نفسها يعني ما توصل للمرة التانية على التوالي 2018 و22 ده بالنسبة له أول إنجاز في تاريخ مصر يحصل فبالتالي هو عنده الهدف اللي بيحصل أن أنا أضغط بقى عليه نفسيا أن أنا أضغط عليه أقول له لازم من بكرة مش هيحقق طيب وصعب طيب بالعكس أنا بكرة بلعب براحتي خالص ما أقلقش يعني أنا يمكن كنت بكار في حتة إيه إحنا ما نقلقش حتى أي كانت النتيجة بكرة أنا ما أقلقش إحنا ساعات ما بنقلقش على أردنا فبنرجع نتزلق إليك بقى على أردنا بالضبط أنا أعلم جولة تانية فيه جولة تانية وجولة تانية دي ممكن تكون أفضل من الجولة الأولانية بالعكس هناك هيختلف الوضع هناك السنغاليين تهيبوا تحت ضغط جمهورهم تحت ضغط ظروف المباراة تحت كل الضغط اللي أنا هتعرض عليه هو هو يتعرض به حسنا أعلم جولة تانية دي